السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ليس حيث غير بالاجتهاب رقم 6 اذا كان من متجه يتساوي 5.1.0 متجه يتساوي 4.20.0 متجه يتساوي 10.2 رقم 5 من متجه عمود على نون متجه من متجه يوازي لن متجه من متجه عمود على لن متجه يا شباب في قوانين خدناه في سنة 3 اعداد بس في قوانين جديدة لسنة اولى سنة ما ينفحش تكونوا باش مهندسين ودكاترة وتستغلوا بالقوانين الجديمة طب لو استغلتوا بالقوانين الجديمة هل هنتاخدوا الدرجة فعلا هتاخدوا الدرجة بس سنة بتعامل مع باش مهندسين ودكاترة لازم نعرفوا القوانين بتاعت اولى سنة ايه قوانين اولى سنة بالنسبة للتوازي إذا لقيت سن 1 صد 2 سالب سن 2 صد 1 بتسوي صفر يبقى المتجهين متواجهين ده بالنسبة للمتعمدين إذا لقيت سن 1 سن 2 موجب صد 1 صد 2 بتسوي صفر يبقى المتجهين متعمدين خدوا بالكم هنشتغلوا بقوانين أول سنو عايز يزبط المتجه ميم 1 عمودة على المتجه النون 2 هكتب ميم 1 بس هعمل عليه سن 1 صد 1 وكتب ميم 1 متجه وعمل عليه سن 2 صد 2 أعود في القانون بالنسبة للمتعمدين اللي هو ايه تاني سن 1 سن 2 موجب صد 1 صد 2 إذا لقيتوا بتسوي صفر يبقى العضوات المتجهين متعمدين يلا بنا يا باش مهندسين أنا ماشي خط وخط من متجه اكتبه تاني بس اكتب عليه اللي هو النقطة الأولى اكتب جسين واحد وصد واحد طيب نون متجه اللي هو كام اربعة وسالب عشرين اكتب عليه النقطة التانية سن 2 وصد 2 مش هتاخد منك حاجة لأنا بعمل كده علشان ما تلغبتش ممكن تحل على طول بس والله هتطلغ بقى بما أن القانون بتاع المتعمدين سن 1 صد سن 1 سن 2 موجب صد 1 صد 2 إذا لقيتوا بتسوي صفر يبقى على طول متعمدين سن 1 سن 2 سن 1 كام 5 سن 2 كام 4 خمسة فاربعة بعشرين موجب صد 1 صد 2 صد 1 كام 1 صد 2 كام سالب عشرين يبقى سالب عشرين بس اللي احسن حطها جواكوس لانها قبلها موجب هنضرب الاشارات بتسوي عشرين موجب في سالب بسالب عشرين زمائيه هتسوي صفر والله يا باش مهندسين طلعت بتسوي صفر ده قانون المتعمدين يبقى على طول اكتب اذا من متجه عمودي على نون متجه ما خدتش منكم حاجة وصلت الناتج بسرعة اي مسألة يريد تماشي بالخطوات بالترتيج رقم به عايز يزبط من متجه بوزيلان متجه يا دكتوره اذا لقيت از مسألة زي كده هتعملي ممكن تعمليها بقانون تالت اعداد وهتاخذ والله الدرجة كاملة بس ما ينفعش تكون دكتوره ومش عارفها قانون اولا سنو بالنسبه المتوجيين القانون بتاعه سين واحد صد اثنين سالب صد واحد سالب سين اثنين صد واحد هتسوي صفر بالنسبه ده القانون المتوجيين يلا بنا يا دكتوره قبل ما اكتب القانون اكتب مين متجه وعمل عايز سين واحد وصد واحد ولام متجه سين اثنين وصد اثنين مين متجه اللي هو ايه خمسة واحد فصل لام متجه اللي هو ايه سالب عشرة وسالب اثنين سالب عشرة وسالب اثنين سالب عشرة وسالب اثنين دي اثنين اكتب عليها بما ان للي اذا هي السلوب صد واحد سالب سالب hor سالب اثنين اكتب في القانون ايه القانون متواجدين اكتبهم ثانب ثانب اثنين سالب سالب اثنين سالب اثنين السلوب اثنين سلبي ثانبان 10. كلنا عارفين يا دكتورة اي عدد ما ماكدش الجمع فيها الصفر. طلع فعلا بصفر. ده القانون بتاع المتواجه يبقى ابت بازن. من متجه يوازي لان متجه. ايه الحلاوة دي? ما خدتش منك يا دكتورة حاجة بس ماشين بالترتيب علشان ما نطلعه بطر. رقم جيم عايز يزبت منون متجه. طبعا زي الاولى بالزبط. ايه قانون متعامدين? سين واحد سين اثنين موجب ساد واحد ساد اثنين هساو صفر. اذا طرع بصفر يبقى على طور اتحجاجه. ده القانون بتاعه الا سنوة. لازم نحفظ القانون ونطبق. هفرض ان سين واحد وصاد اثنين. سين واحد وصاد واحد. ولام سين اثنين وصاد اثنين. اللي انا بعمل كده علشان ما اطلق باطش. هنا حالات كثيرة. يلا بنا يا دكتورة. يبقى اكتب نون متجه. بتساوي. نون بكم هنا? اربعة سالب عشرين. فاصل. لام متجه. بتساوي لسه كد بينه. سالب عشرين ودي سالب اثنين. دي النقطة الاولة ودي النقطة التانية. كده مش هتلاقبه. سين واحد صاد واحد. سين سين اثنين. سين اثنين. عوض في قانون متعندين. انا نسيت قانون متعندين اللي هو ايه بما انه? سين واحد. سين واحد. سين اثنين. موجة. ساد واحد. ساد اثنين. سين واحد سين اثنين. سين واحد اثنين سين واحد ب يبقى على طول اتحجج الشرط يبقى اكتب على طول اذا نون متجة عمودي على الام متجة يا باش مهندسين يا دكاترة خطوات سهلة احفظ القانون وعوض بس يا ريت ماشي بالترتيب على سنة طلابات رقم 7 اذا كان متجة سنة متجة مجب 4 صد رقم 5 اتبت على تجري نف收 tới منخبار ومايnatسين ماتججا سلف ثمانيا صد قانون التوازي سن 1 صد 2 سالب سن 2 صد 1 ستطلع النتج بصفة اذا اتحجج يبقى على طول ميم متازة وزنون متازة ميم ياريت اعملها بالزوج مرتب 3 و4 ونون ياريت اعملها بالزوج مرتب سالب 6 وسالب 8 دي النقطة الأولى ودي النقطة الثانية وعوضوا هاتي النتج على طول يلا بنا باش ماندي يبقى اكتب ميم متازة اعمله احسن بالزوج مرتب 3 و4 فاصل نون متازة اعمله بالزوج مرتب سالب 6 وسالب 8 يلا باش مانديس دي النقطة الأولى سن 1 صد 1 دي النقطة الثانية سن 2 صد 2 انا ماشي بالترتيب على سن في حالات كتير مطلق باش ايه القانون بتاع المتازين بمأن سن 1 صد 2 سالب سن 2 صد 1 لازم يطلع بصفر سن 1 صد 2 ثلاثة في سالب 8 بسالب 24 سالب زمائية سن 2 صد 1 ثلاثة في سالب 4 عشان تبقى شيك شوية حطه بنكوكس ثلاثة في السالب 24 الثالب الثاني ثلاثة في سالب بموجب 24 الثاني 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 السابقة الجامعي على طول بصفر يباش مهندسين ثم يبدأ على طول اتحجق شرط الترتيب من النتج بصفر يبقى اكتب اكتب ازا مين متجه يوازي نون متجه من من متجه الثاني الثاني المعلم رأيك بالترتيب سهل خالق متواجين من الدين انهم متواجين يبقى تحقق الشرط ايه شرط المتواجين طبعا نتحفظ القانون العواضي هو القانون بتاع المتواجين سين واحد صد اثنين سالب سين اثنين صد واحد هل سوف اصف ميم هعملها النقطة الاولى سين واحد وصد واحد هعملها الزوج مرتب لام النقطة الثانية سين اثنين وصد اثنين واحد وحل المعادل يلا بنا يا دكتورة يبقى الاحسن الاول حديد النقطة النقطة الاولى من متجة اللي هي كام تلاتة واربعة في زوج مرتب فصل المتجة الثاني لا اعملها في زوج مرتب اثنين والسالب ثمانية يلا حددوا كل نقطة دين نقطة الاولى سين واحد وصد واحد دين نقطة التانية سين اثنين وصد اثنين عود يلا القانون بتاع المتواجين حفظت يا دكتورة القانون بمأن مين متجة يوازي لا متجة اذا اكتب القانون اللي هو ايه سين واحد صد اثنين سالب سين اثنين صد واحد سين واحد الصد اثنين كام تلات قانون سالب تمانيع ثلاثة في سالب تمانع ثلاثة في سالب تمانع ثلاثة في سالب ا brime 24 اذا سالب 24 سن اثنين صد واحد سنة اثنين بكام آلف. سنة واحد بكام باربعة. يبقى اربعة في آلف باربعة آلف. أنا نسيت دية. ثلاثة فسالة بثمانية بثالة باربعة وعشرين. بتساوي صف. أحل المعادلة دلوقت. عايزة أخلي الالف لوحدها. سنة باربعة وعشرين ما معايش آلف. يبقى تروح هنا بعكس الإشارة. موجة باربعة وعشرين وصفر ما بيصار. قافلت الحالة وكشبه ابنتي بالخصص كفها. أحل المعادلةci بداية بالضائف. سنة باربعة آلف سنة باربعة وعشرين سنة باربعة وعشرين وكشبه ابنتيي. أحل المعادلة دلوقت. سنة أين يعود باربعة آلف بين هemin واللوقت. سنة أخبرتها. سنة ريماًHa. سنة رأيتها عن الإشارة عن الأزر سنة géه. تقضیucه ابنتي نتحدث جن투 اعليح. نتحدث سنة باربعة ثلاثة اصحلب لاناته milieu صفل. موجب على سالب فالسالب 24 على الاربعة فالسالب بالترتيب تحلي اي مسألة بسهولة وما تطلق بطيب رقم جيم اوجد به تنتمل حاها اذا كان كاف متجه عمود على نون متجه ايه يا دكتور لو قبلت لك واحدة زيدي تعمل ايه هنطبق القانون بتاع المتعمدين ايه هو القانون سين واحد سين اثنين موجب صد واحد صد اثنين هسا وصفر وعود وحل المعادل بس كاف متجه هعمله النقطة الاول نون متجه هعمله النقطة التانية سين واحد صد واحد سين اثنين صد اثنين يلا بنا يا دكتور يبقى اول حاجة كاف متجه هتساوي اللي ايه ايه الزوج المرتب اربعة وبين سين واحد صد واحد نون متجه هتساوي الزوج المرتب اللي هو ايه السالب ستة وسالب ثمانية عملته في زوج مرتب طب لو ما عملتوش في زوج مرتب زي ما هو هنا والله صح برضو بس ممكن تطلقوا ديت هعمل سين واحد صد واحد ديت سين اثنين صد اثنين ايه دلوقتي اعجب اكتب القانون المتعمدين بمأنه قاف عمودة على نون قاف متجه عمودة على نون متجه اذا اكتب القانون يلا اللي هو ايه سين واحد سين واحد سين اثنين موجة بصد واحد صد اثنين هتساوي صفر حين ما الان عمودة على نونتنا اصح الان ايه سين واحد سين اثنين سين اثنين اثنين سين اثنين كام سلب ستة أربعة سلب ستة بسالب ستة بسالب 24 موجة صد واحد صد اثنين صد واحد كام به سالب ثمانية بسالب ثمانية به خطاها بنكوس بتساوي صفر طبعا ما ينفع ش حل المعادلة الغد لماذا اضرب الي الشرطان الوراء موجة في سالب بسالب يبقى ازن سالب 24 زي ما هي موجة في سالب بسالب تمانية بتساوي صفر اظن كده زي التانية اللي قبلها بالزبط معدل سالب 24 تروح هنا بعكس الاشارة موجة 24 وصفر ما بيقى الصرف مكتب الصفر خالص يبقى ازن سالب تمانية به زي ما هي في الطرف الايمن بتساوي صفر ازن سالب 24 تروح اربعة وعشرين تبقى اكتب موجة المفروض انتو دا كاترا وباشمواندسين ما تلابطوش في الحاجات الصغيرة دي الموجة ما بتكتبش له اكسب هنا على السالب تمانية وهنا على السالب تمانية ازن سالب تمانية عالسالب تمانية تروح يبقى تفضل به بتساوي اربعة وعشرين عالسالب تمانية فالسالب ثلاثة ليه يا دكتور موجة بعد سالب فالسالب اربعة وعالسالب تمانية فالثلاثة خطوات سهلة خالص ومش محتاجة لف ولا دورها رقم تمانية الشبكة المقابلة للمتواجهات اضلع متطبقة عبر عن كل من قطع المستقيم الموجهات التاليب وتلالة المنتجهين من متجه ومن المتجه يباش مهندس هتعمل افديات هعرفك طريقة سهلة تحلي بها يا مسألة هتعمل ثلاث حاجات اول حاجة تكتيب المتجه الموازي ليه تاني حاجة تكتيب العدد المضروف فيها تبتجيب العدد ازاي هتكتسم عدد وحدات الطرف الايمن على عدد وحدات الطرف الايسي بعد كده تحدد الإشارة لو في نفس الاتجاه يبقى موجة احنا عارفين الموجة في الاول ما بيتكتيب لو عكس الاتجاه يبقى سالي ما فهمتش حاجة والله هحللك واحدة هتلاقي نفسك حل الباقي على طول يلا بنا باش مهندسة رسمت الشبكة متعمدة زي برضو متواجهات نفس الحكاية في الرسمة بالظبط بص الدي كويس وبص الدي كويس نفس الرسم قلب به متجه فين قلب به ده المتجه الموازي ليه مم متجه يبقى اكتب بتساوي مم متجه اول حاجة اكتب الموازي ليه مم متجه طيب تاني حاجة المضروف في عدد وحدات الطرف الايمن على عدد وحدات الطرف الايسر قلب به متجه كم واحدة واحدتين مم متجه كم واحدة واحدة اثنين على واحد فقل اثنين الاشارة قلب به متجه من قلب لبهد ده نفس اتجاه مم متجه يبقى موجب والموجب ما بتكتبه طلعت اثنين مم متجه ا steak اذا prueged heal اتجاه جامعة الخليس سيجب من قلب بان الاخش خليق غير lung والتخليل يبقى موجب عن عدد وحدات الطرف الايمن على عدد وحدات الطرف الايسر باصدند متجه. بيستاد متجه كم واحدة? واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى اربعة. لا لس. كم واحدة للطرف الايمان? اربعة. على النون متجه كم واحدة واحدتين? اربعة الاثنين فالاثنين. انا كنت اغلط دلوقت يا باش مانديش. كويس ان انا لحظت نفسي. عملت الاول النون متجه. الموازلي بها. بيستاد الموازلي لنون متجه. عدد الوحدات. العدد المضروب اقسم. عدد الوحدات الطرف الايمان على عدد وحدات الطرف الايمان. بيستاد متجه كم واحدة واحدة اتنين تلاتة اربعة. نون متجه كم واحدة اتنين. اربعة الاثنين فالاثنين. تبلشارها. دي بيستاد متجه وده لا على يبقى نفس الاتجاه موجب والموجب ما بيتكتبش. فهمت يا باش مهندسة? سهلة خالص. اللي بعدها هتلاقي نفس الخطوات برضو. ههجين متجه. فين ههجين? ههجين من فوق لتحن. الموازلية نون متجه. اكتب نون متجه. دي اول خطوة لسه الخطوة التانية. العدد المضروب اقسم عدد وحدات الطرف الايمان على عدد وحدات الطرف الايمان. ههجين متجه كم واحدة واحدتين. ونون متجه كم واحدة واحدتين. اتنين على اتنين فالواحد ما بيتكتبش. طي. الاتجاه. خدوا بارك يا باش مهندسة هيجين متجه. بس نون متجه الاعلى يبقى عكس بعض يبقى عمل سهل. فهمت الفكرة باش مهندسة? هيجين متجه كنها متجه. هنا آسفل ونون متجه الاعلى عكس بعض يبقى عمل سهل. كده عملنا همتي. جاء ذات 티 making? تعالوا هذا الفكرة بتعديم. دال هيه ذات متجه. دال هيه متجه. من واجد لها مد 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 مad مد مد مد. العدد الزيغة الوحدات الطرف الايمان على العدد وحدات الطرف الايسر. دال هيه متجه. كم واحدة 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 واحدة. واحدة على واحد فهلا الواحدة ما بيتكتبش. طيب الاذجاه. من المتجه من الشمال لليميين تعالوا بعدها سين هي متجه من فوق لتحت ما الموازل لها نون متجه العدد المضروب عدد وحدات الطرف العمل على عدد وحدات الطرف الايس سين هي متجه كم واحدة وحدتين نون متجه كم واحدة وحدتين اثنين على اثنين فالواحد الواحد ما بتكتبش تابل اتجاه موجب على سالب سين هي متجه من فوق لتحت نون متجه من تحت الفوق يبقى عكس بعض احط سالب لعبة سهلة خالب سين هي متجه سين صد متجه فين سين صد متجه دي من اليمين للشمال ايه الموازل لها من متجه طب انا عايز العدد المضروب عدد وحدات الطرف الايس سين صد متجه كم واحدة اثنين مين متجه كم واحدين واحد اثنين اثنين على الواحد فال الاثنين طب الاشارة سين صد متجه من اليمين للشمال بس مين متجه من الشمال اليمين عكس بعض البسال حاجات سهلة خالص اللي بعدها زيه صد مين متجه فين صد مين متجه صد مين من تحت الفوق الموازل لها نون متجه طب العدد المضروب عدد وحدات الطرف الايمن على عدد وحدات الطرف الايسر صد مين متجه كم واحدة نون متجه كم واحدة اثنين يبقى واحد على الاثنين لها ناص كمين متجه واحدة واحدة نون متجه واحدتين يبقى واحد على الاتنين فى النص اشوف الاتجاه موجب ولا سالب لو في نفس الاتجاه موجب لو عكس الاتجاه سالب صدمه متجه من تحت الفوق ونون متجه من تحت الفوق يبقى موجب والموجب ما بيتكتبش دية مختلفة شوية تعالوا نشوف اللي بعدها زياء الموجب لا ما ممتجه契 ما بيتكتبش من متجه العدد المضروب على عدد واحدة من وحد الاحيصر إن لان ما ممتجه كما محدي افنين من متجه كما واحدين واحدة اثنان على واحد فى الثنين الإشارة لو في الاتجاه موجب لو عكس الاتجاه سالب لان من متجه مش مالي لمين من متجه برضو مش مالي مين موجب والموجب ما بيتكتب دي اسهل من اللي قبلها شوية تب تعالوا بهم من متجه معلش الورقة مش مزبوطة بزبوطة علشان تكونوا شايفين كوي بهم من متجه فين بهم من متجه بهم من متجه ده كله خذوا باتكم من بهم لمين الموزي لها نون متجه طيب العدد المضروب عدد واحدات الطرف الامن على عدد واحدات الطرف العيسر بهم مو متجه هتلاقي واحدات كتير واحد اثنين تلاتة اربعة خانسة تاني بهم مين واحد اثنين تلاتة اربعة خانسة عدد واحدات نون اثنين يبقى اكسم خمسة على اثنين ما يجبش الجسم خلاه زماية وشكرة اعجز الاشارة لو في نفس الاتجاه موجب لو عكس الاتجاه سالب بين مين متجه ونون متجه بين مين متجه ونون متجه اعطاك نفس الاتجاه يبقى موجب والموجه ما بيتكتبش فهو متجه دي برضو صعب شوية اللي انا عملتها دي صعب تعالوا نشوف ههوه صعب او لين ههوه متجه فين ههوه دي ايه الموازلها من متجه بتساوي من متجه rika العجل هكيم عبدال العدد مضروب عدد واحدات الطرف العامل على عدد واحدات الطرف الايسر ههوه ومتجه كمهوه ومين ابانcu حول headset وهوه متجه ليمين للشمال ومتم مع prisoner ويدهي اقصر ثلاث خطوات تحل أمسال وولام متجه وولام متجه وولام متجه وولام متجه عجز العدد مضروب أقسم عدد وحدات الطرف العيمن على عدد وحدات الطرف العيسر وولام على نول وولام كم واحدين وولام واحد اتنين ثلاث احبت الم الزائخ وولام وولام ونن كم واحدة مضروب اخر واحدة واودال متازة هل تسيب او حلية؟ مشكلة حلية واودال متازة اين واودال؟ الموازلين من متازة ما عدي عليه يبقى اكتب من متازة فاضل اجيب العدد مضروب اقسم عدد واحدات واودال على عدد واحدات 100 واودال كم واحدة؟ واحد اين ثلاث اربع خانس كان واحد اين ثلاث اربع خانس واحد اين ثلاث اربع خانس على ما اقسم وأحدين؟ واحد خنس على واحد الخانس الى اقسم عدد واحدات واودال على عدد واحدات 100 اتب ال الاتجاه واودال هل تسيب ايجيه مينة؟ الاقس ال الاتجاه ميجة واوبال matters واودال مينة؟ واوبال ثلاث من من�� Bonnie مين برضو مش مال يمين والله في نفس الاتجاه يبقى موجب هل اكتب موجب حرم عليه كان لسه جيد الموجب ما تكتيب فهمت يا باش مهندسة خطوات طويلة بس كل خطوة شابه اللي بعدها بالزبط ثلاث حاجات اكتب الموازي لي بعد كده العدد مضروب ازاي اكسم عدد وحدات الطرف الايمن على عدد وحدات الطرف الايسر بعد كده الاشارة لو في نفس الاتجاه موجب لو في عكس الاتجاه سليم وبالتوفيق ان شاء الله يا باش مهندسين ويا دقات